السلام عليكم اشخباركم كنتمنى تكونوا كولكم باخر وعلى خير فهد الفيديو ان شاء الله غادي نتقسم معكم واحد طبق اللي ممكننا نمجدوه للغذاء او للعشاء طبق ساهل وسريع في التحضير ضغيه كيوجد غادي يكون فيه الحوت السمك بطريقة رائعة كيجي بها لديد مع ابلي القمح اللي غادي نمجدوه حتى هو بواحد طريقة مختلفة كيجي بها بنين بالساف ومعلك فيلا خليكم معي احتل الخار بيتشوفوا المقادير وطريقة التحضير ولأول مرة كيزور قناتي اشترك ويفعل جرس باش يتوصل بجديد الفيديو هات غادي نحتاجو هنا الواحد الكميه من ايبلي قمح والكميه هنا كتبقاه لحسب كل واحد وشحل غادي يستعمل وغادي نحتاجو الواحد الفليف الاحمراء وفليف الاخضراء واستعملوا حتى صفري لا كانت متواجدة عندكم كنقطعوهم قطاع صغيرة على هاد القياس وواحد البصلة وحدا نقطعوها حتى هي قطاع صغيرة رققوها مزيان اما بالنسبة لهاد المعدنوس اللي قطعناها رقيق هادا غادي نحتاجو غير التزيين فقط والباقي غادي نستعملو مع الحوت ما غاديش نطيبو مع ايبلي وغادي نحتاجو الواحد جوش فصوص ديال التومال يكونوا مقطعين قطاع صغيرة وواحد الملعقة صغيرة عامرة من الموتاغد تقدرو تستغنو على هاي لما كانتش مطفرة واحد الملعقة ما عامرة شميلة الإبزار القليل من الملحة طريفة ديال الزبدة مع زيت الزيتون او الزيت البلدية وغادي نستعملو كذلك في هاد الوصفة واحد الكاس كبير ملك خينفخاش او القشتة الطارية غادي ناخدو هنا واحد نجرة او لاشي مقيلة اللي تكون غارقة شوية غادي نديرو فيها هاد طريفة ديال الزبدة وغادي نزيدو عليهم القليل من الزيت البلدية غادي نزيدو هاد البصيلة اللي ارققناها ونخليوها تقلف هاد الزيت و الزبدة حتى الدبال وتبدأ تحمر وهنا غادي نزيدو هاد التومة اللي ارققناها حتى هي وغادي نخليوهم يزيدو تشحروا مازال وماليك نخليو هاد البصيلة هي والتومة كيتشحروا مزيان ركي يزيدو يتلقون نديك الطيبة ونكهة ويجينا ابلي بنين وصراحة مشي غير ابلي جعل وصفات من هاد النوع وده بغد نزيد عليهم هاد الفلفلات الحمرين والخضرين اللي قطعناه محته هما قطع عرقيقة نحركو كل شي ونخليوهم يزيدو يتشحرو مازال وملي كينزلو كنزيدو عليهم هاد الكيميه دي ابلي اللي عدنا كنزيدو هاو كنخلطو كل شي مزيان من اللي خلطنا هاد المكونات كلهم زيان مع بعضياتهم ده بغد نزيدو عليهم واحد شوية دي الابزار الفلفل الاسود وغد نزيدو شوية دي الملحة والملحة را كنزيدوها هنا عن حسب الضوء كنزيدو قياسنا دي الملحة غد نحركو مزيان ونزيدوه لما سخون مغليان القياس اللي غد يطفي هاد ايبلي ايبلي را كيبغي المفطياب را كيشرب ضغياء لي هادا قابلوه لكن خاصو شوية دي المزيدو فيه حتي طيب وهو اصلا را ضغياء كي طيب ما كياخدش وقت بزاف وهناك اللي تحت طب مزيان وعقاد ما بقاش جاري كيف مما شفته معايا دبا غد نزيد عليه نبخين فخيش او القشدات طرية غد نزيد قياس وحد الكاس كبير هاد القشدات طرية اللي كنزيدوه هي اللي كتخلي هاد ايبلي كيجي معلك ودابا غد نزيد عليه هاد الملعقة الصغيرة من المطارد هي بصح ماشي ضرورية يلا ما توفراتش ما ديروهاش ولكن كتزيد واحد المعداق الزوين ومحمد هاد الوصفة هادي وكتواته مزيان مع هاد المكوينت نخلطو كل شي مزيان ونخليوه يزيديته بشوية وغدي نمشي ونوجدو الحوت اللي غدي يكون معاه غدي نحتاج رو واحد الكميه من الحوت السمك الكميه هنا على حسابكم وكذلك النوع ومهم يكون شي نوع ديال الحوت اللي ما غدي شي تشتت او اللي يتفرتت لينه في الضياب انا استعملت هنا الفرخ وقطع تطريفات على هاد الشكل وغدي نحتاج معاه المعد نوس مقطع واحد ثلاثة ديال ضريسة ديال توما مقطعين قطع صغيرة توما هناك تبقى على حساب الضوغ تقدروا تستعملوا من ضريس حتى الثلاثة واحد الفليف لحارة سودانية حتى هي رققتها تقدروا تعودوها بالفليف لحارة مطحونة المهم الحار هناك يبقى على حساب الرغبة وغادي نحتاجوا شوية من الابزار غادي نحتاجوا الملح طريفة ديال الزبدة والقليل من زيت الزيتون او الزيت البلدية غادي ناخدو هنا واحد المقيلة نحطوها فوق العافية ونزيدو فيها هاد طريفة ديال الزبدة ونزيدو عليهم شوية ديال الزيت البلدية وغادي نخليهم يسخنوا مزيان بحال اللي بغيناها من القلي من اللي كي يسخن الزيت و الزبدة مزيان هنه غادي نزيدو هاد طريفة ديال الحوت غادي نستفوهم فالمقلة غادي نقدوهم فالمقلة ومباشرة غادي نزيدو التومة اللي قطعناها قطع صغيرة مرققة غادي نرشوها من فوق وغادي نزيدو هاد الفلفلة الحارة السودانية اللي مكلنا نعوضوها بالفلفلة حارة مطحونة وغادي نزيدو المعدنوس المعدنوس هنه غادي نزيدو غي واحد الكيميه منو وغادي نخلو الباقي لتزيين غادي نزيدو شوية ديال ابزار وغادي نزيدو هاد المكونات مباشرة غادي نقلبوه الجيهة الاخرة ما اللي كانقلبوه كان عوضو نرشو واحد شوية ديال ابزار وشوية ديال الملحة على هاد الجيهة باش يجينو كل شي بنين نعطيه كفو بطبيق على هده أعطي لأنه نقلبه نقلبه ونعطيه يزيد بشوية على هده و الحوت راه معروف عليه ضغية كيف يطيب وخصوصا بهالطريقة هذي خلاص كيف يأتي بطبيق عم و ضغية كيوجد وكي يجي شي حاجهم اختلفة كي يجي المدق دياله وبنين بزاف هنا سوف نحيده من فوق العافية الله يجعل شي باركه ها هو طاب نزيان لابا قد نمشي ونشوف فوق إبلي ديانا في نوصل وصافي حتى إبلي ديانا هنا ها هو وجدت أعقاد كي يجي معلك وكي يجي يا سلام ما تشبعوش منه أنا متأكدي لجربته بها الطريقة غادي يعجبكم بزاف وهنا غادي نمشي ولمرحلة ديال دريساج غادي نوجدو طباس لديونا نحط فيهم طريفات ديال الحوت وما ننسوش نزيدو عليهم هادلي ديال نزيدوها من الفوق ونحطوه في جنبهم إبلي سواء غادي تحطوه به الطريقة العادية سواء غادي تديرو في شي زليفة او لفشي لسيركل باش هكي يعطيك مضكلة فوق مزوينة وإبلي به الطريقة أنا ماشي كي يمشي غير مع الحوت كي يمشي مع الحوت مع الدجاج مع الحام مقدرونا ناكلو غير بوحدو ها كارا كي يجيبني وكيف ديمه هنا أنا غادي شارف معاكم طريقته البسيطة في الدزيين والطرق تختالف خصوصا في هاد المرحلة هادي المرحلة ديال تقديمه التزيين كل واحد ما شاء الله هندو طريقته الخاصة به وهنا كنت سالقة القوق غادي نزيد منه واحد نصيص في التبصين وغادي نزيد حذاه واحد طريف ديال الحامض وغادي نرش واحد شوية ديال معدنوس على إيبلي والقوق غادي نزيد عليه واحد شوية ديال الفينيغريت نقدم الزيت البلدية شوية ديال الخان شوية الإبزار مليحة كنخلطوها مزيان وغادي نخويه عليهم الفوق وكان هدا هو الشكل النهائي ديال واصفة ديالنا اللي جمعناه في طبق واحد كنتمنى ان شاء الله ينالوا إعجابكم وتجربوهم وصراحة غير تجربوهم روما ساهلين وصغية كيوجدوا والأهم من هذا روما كيجو بنان بلا قياس فياريتي لاعجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا البصمة ديالكم وشاركوه مع الناس اللي عزاز عليكم شكرا للمشاهدة مسلامة